السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عملان في يوم الجمعة فيهما الفرج لكل مهموم ومكروب نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم هدية ورب الكعبة لكل مهموم ومكروب ومحزون أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موت المسلمين أولو أمين اللهم أمين فدي هدية لكل إنسان مهموم مكروب محزون مريض مديون عملان في يوم الجمعة فيهما الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى إيه هم العملين؟ العمل الأول هو كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى كما عند البيهقي بإسناد حسن قال أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا الله أكبر وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسلد صحيح لو تتذكروا حضرتكم لما أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال له يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك أي أريد أن أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال له الربع يعني وقال له في وقت كده بعض فيه للأذكار يعني أجعل لك ربع الوقت ده قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك إحنا اللي محتاجين نصلى على النبي مش هو اللي محتاجين نصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له طيب التلت طب النص طب التلت تربع في الآخر قال له إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب المصطفى إذن لو عملت كده لو جعلت الوقت ده كله صلاة علي قال له إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك الله أكبر يكفيك همك يكفيك هموم الدنيا والأخرة يكفيك هم الأحزان والهموم والكروب والديون والأمراض والأعداء يكفيك هم كل شيء ويغفر لك ذنبك يعني يجعلك من أهل الجنة فمن غفر لهم فقد دخل الجنة بفضل الله سبحانه تعالى فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع يقين تام في الله سبحانه تعالى من أن الله عز وجل سيفرج بها الهموم والكروب بإذن الله سبحانه تعالى بدل العمل الأول كثرة الصلاة على النبي في أي يوم وبخاصة في يوم الجمعة تمام العمل الثاني هو أن نحن نلتمس ساعة الإجابة في يوم الجمعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة ورد فيها حديث ورد فيها حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه طيب الساعة دي إمتى جماعة؟ الساعة دي هي الساعة التي تسبق صلاة المغرب مباشرة يعني لو العصر بيؤذن مثلا الساعة ثلاثة مثلا ده نبدأ مثال لو العصر بيؤذن الساعة ثلاثة والمغرب بيؤذن الساعة ستة يبقى من خمسة لستة هي دي ساعة الإجابة الساعة التي قبل المغرب مباشرة قولي بس يا شيخ محمود ده الكلام ده تنافى مع لفظ الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظ واضح جدا قال لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي وإنت عارف يا شيخ محمود إن ده مش وقت صلاة صدقتم فعلا ده مش وقت صلاة لكن تعالوا بس نفهم الحديث شوية احنا النهاردة لو دخلنا المسجد وكلام للرجال وإلا فالمرأة لما تصلب بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى فالصلاة ليست واجبة عليها في المساجد طيب أنا لو رحت قبل المغرب بساعة ودخلت المسجد صليت ركعتين تحية المسجد وجلست أنتظر صلاة المغرب وأعدت بقى أذكر المولى عز وجل وأقرأ الكرآن وأدعوه فأنا أعتبر في صلاة لأن منتظر الصلاة هو في صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل بذلك في أحاديث كثيرة إن العبد ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة إبا إذن كلمة وهو قائم يصلي يوازيها وهو ينتظر الصلاة وضحت كده إبا إذن لو الرجل دخل المسجد قبل المغرب بساعة دخل صلى ركعتين تحية المسجد ثم جلس يقرأ الكرآن يقول أذكار المساء ثم يدعو بما شاء بفضل الله سبحانه وتعالى فهذا وقته إجابة الدعاء طيب والمرأة تعمل إيه؟ النساء بقى الوحدة ممكن تدخل المكان اللي هي محددة في البيت عندها كمصلى ليها لو مش محددة مكان خلاص المكان اللي بتصلي فيه سواء في غرفة النوم سواء في الصالة سواء في غرفة الصالون في المكان اللي هي محددة أن هي بتصلي فيه هتقعد تمام هتصلي ركعتين تحية المسجد لأن ده خلاص ده مسجدها هتدخل تصلي ركعتين تحية المسجد وتجلس أيضا تذكر المولى عز وجل وتقرأ الكرآن وتدعو بما شاءت بفضل الله يبقى كده تحرط وقت الإجابة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذن العملين الذين الذين يجعل المولى عز وجل فيهما الفرج لكل مهموم ومكروب ومديون ومريد لكل إنسان بفضل الله سبحانه وتعالى هم اللواء كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة والتماس ساعة الإجابة التي هي قبل صلاة المغرب فأخرج من قلبك كل أسباب الأرض وتعلق بالله عز وجل علق قلبك بالله وحده ولا يكن في قلبك غير الله فألح على الله في الدعاء وألحي على الله في الدعاء فهو الغني الكريم الذي لا تنفد خزائنه بفضل الله ويا حبذة يا حبذة بقى في وقت إجابة الدعاء لو مزجنا ما بين الصلاة على النبي والدعاء اللهم صلى على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم يعني نبدأ الدعاء بالثناء على الله وأنا هعمل لكم مقطع مخصوص بكيفية الثناء على الله لأن كثير من حبيب يسألوني قالوا لا عايزين طب نعرف كيف نثني على الله هعمل لكم مقطع كيف نثني على الله سبحانه وتعالى نبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نلح في الدعاء وننكسر ونذل أنفسنا بين يدي الله ونكون عندنا يقين وحص نظن بالله أن ربنا هيستيب دعائنا إن شاء الله ونكون إن شاء الله ما بنكونش حرام ونكون ما بنظلمش حد لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء كما ورد في الحديث اللي رأى مسلم أن النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعف أغبر يطيل الصفر يمده يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب لكن النبي بيقول إيه عن هذا الرجل ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له إزاي ربنا يستجيب له واحد بيأكل حرام والتاني اللي ربنا مش هيستجيب له اللي بيظلم الناس لأنه لو ظلم حد وقام يدعو في نفس اللحظة ممكن يكون المظلوم بيدعو عليه ويستجيب الله دعاء المظلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب لو إن مسلم ظلم كافرا فدعا الكافر على المسلم لاستجاب الله دعاء الكافر على المسلم إذا كان الكافر مظلوما وكان المسلم ظالما خذوا بلك ذا الظلم ذا الظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن حبيبي نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس ساعة الإجابة نبدأ بقى في ساعة الإجابة كده نبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندعو بما شئنا بفضل الله سبحانه وتعالى ويا حبذة نحن ندعو لأنفسنا ولكل إخواننا فقد ثبت في الحديث اللي رأى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يدعو لأخي المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل الله ودعاء الملك لنا أفضل من دعائنا لأنفسنا لأن كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر يبقى إذن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك دعائهم مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى إذن حبيبي كتروا من الدعاء والصلاة على النبي في يوم الجمعة في ساعة الإجابة بالزاد بفضل الله أكثر من الدعاء أسأل الله عز وجل أن يفرج همومكم وكروبكم وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته